وفي أجواء عيد الأطحى فخلافاً لكل عام لم يتمكن الكثير من السودانيين من الاحتفال بعيد الأطحى الذي سيكون برأيهم بائساً وحزيناً بسبب الحرب المستعرة منذ أكثر من شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع وبحسب أصحاب المواشف أن أسعار الخرافة أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب قلة الإقبال على الشراء وذلك لأن أغلب الناس يعملون في وظائف ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة أشهر السودان الذي كان أصلاً قبل الحرب واحداً من أفقر بلدان العالم منح عدداً كبيراً من موظفه إجازة ولم يتقاضوا أي مرتبات منذ نيسان الماضي يضاف إلى ذلك نازحون الذين خرجوا بعدد كبير من الخرطوم ولم يحصلوا على أي مرتبات فالمصارف متوقفة والدولة منحت إجازات للعملين حتى إشعار آخر ترجمة نانسي قنقر